لكن لو بيتيجي للتاريخ قبل 1400 سنة وسل عددنا لمليون ومتين الف نسمين قبل 100 سنة وسل عددنا لمية وستة واربعين نسمين حاليا عدد افراد سامريين تمانمائة شخص تمانمائة نسمين نصفهم يسكن في جبل يرزيم والنصف الاخر يسكن في جبل في حلون قرب تل افيف مذهبنا اسرائيلي ولسنا يهود اذا توصف سامري يهودي هاد اهانة شو معنى يهودي يهودي غير التوراة يهودي غير المكان المقدس يهودي غير اللغة يهودي غير العداد والتقاليد اذا انا السلالة الحقيقية للشعب بن اسرائيل انا حافظت على كل شيء ليش 3655 سنة انا عايش في الاراضي الكنعانية في الاراضي المقدسة اليهود غادروا 2000 سنة لذلك ايش شعب ما يتغير او مقدرش اقولك انه شعب اسرائيل ولا لا اذا هون احنو السلالة الحقيقة لشعب الاسرائيل لا يميز السامريين هما دينهم باعتمد على التهارة يعني لا حياء بالدين اذا الانسار الجماع ممنوع يخرج قبل ما يغتسل واذا بده يصلي يجب ان يتوضى اليدين الفم الانف الوجه الاذنين الارجل اذا ديننا باعتمد على التهارة واول ما يعمل اشي لازم يقدم يصلي صلواتنا رقوع وسجود اذا ديننا باعتمد على تهارة ودوء ورقوع وسجود طبيعي الوحدانية اذا الاسلام مقاربين جدا على السامريين اذا في عندنا عادات وتقاليد يجب ان نتقيد فيها وفي عندنا من التقاليد مثلا بتلاقي المرأة السامرية يجب ان تحافظ على العادة الشهرية ليش لش ان الله خلق الانسان مقدس قدسية مع نجاسة لا يجوز شو منعمل تلتزم سبع طيان ما بصيرش بطب بزوجها ولا بأولادها ولا بأي شي في البيت ليش هذا الحكي لش ان كل شي في البيت عندك مقدس حتى الجماد مقدس الانسان مقدس الاتفل مقدس اذا معناته مشان نحافظ على القدسية تلتزم سبع ايام وبعد سبع ايام يجب ان تغطس في المي شو معنى غطس في المي غطس في المي معناته بتقولك انه الانسان لما بغطس في المي بعد سبع ايام بعد ما تنتهل ايش اسمه شو معمل بقدرش يتنفس ولما بطلع من المي شو بصير وكأنه حياة جديدة اذا انا نحن نجدد حياتنا كل شهر سبع ايام احنا اهم مشكلة عندنا واكبر مشكلة عند السامريون يا قلة البنات خلينا نحكي واحد ونص فتاة واحد ونص شعب مقابل واحدة يعني من الصبايا الفتيات يعني عنا نعاني من نقص بالفتيات والاناث اذا السامريون اخدوا خمس وعشرين بنت يهودية خلال اربعين سنة الماضية اخدوا خمس عشر مسيحية اخدوا تلاتة اسلام لكن على اليهودية وعلى المسيحية وعلى المسلمة انت تثمرا مشانيش نقدر نحافظ على طائفتنا وإلا السامريون بديعوا بين تارف في البقية التواقف وبقية الديانات الاخرى هاي التوراة محفوظة عندنا من قبل 3642 سنة وكاتبها الرابع من هارون ابيشع ابن فنحس ابن العازر ابن هارون هاي اقدم توراة موجودة في العالم اشتركوا في القناة